أستاذ دكتور عثمان الجزار أستاذ بكليات التربية جامعة الأزهر أستاذ المناهج وطرق التدريس عليكم السلام دكتور عثمان كيف حالك يا دكتور يسعدنا مشاركتك معنا ونحن نتحدث عن التميز في الإدارة وأنت ممن قاموا بالتدريب على هذا الموضوع لسنوات طويلة وممن شاركوا في إعداد وسيقة المعايير المعايير تطور التعليم يهمني رأيك في ضوء ما يمارس على أرض الواقع وماذا نريد من الإدارة وأنت كأب ثم كأستاذ في الجامعة وبالفعل الإدارة التعليمية عليها عبء كبير جدا في إنجاح منظومة التعليم في مصر نعم وللأسف شديد دربنا الكثير من مدير المدارس وموجه المواد الدراسية على اختلفها أنا بعتبر الموجه في بعض حالاته مدير أي نعم ممكن أن يكون مدير داخل الفصل لأن مديرين مدارس تم تدريبهم وحظتك متذكر تماماً البرامج التي تمت فيه صحيح ستة أكتوبر في مديرة مبارك التعليم هذا الصرح وهذا النموذج الرائع وحتى إحنا كنا بنضرب مجموعة من الإدارة الوسطى شباب المديرين الصغار صحيح كنا بنعدهم حتى يقوموا بتنفيذ ما يسمى الإدارة اللامركزية والإدارة اللامركزية هي السبيل الأوحد لإنجاح العاملات التعليمية في مصر صح والسبيل الأوحد بشروط ستك أعلم مني بهذا الأمر لا اتفضل حضرت ضمن هذه الشروط أن يتحمل المسؤولية كاملة بعد تدريبي وإعداد وتدريبي مرات عديدة وإن إحنا فعلاً نؤكد على عملية التدريب المعلم في ضوء المفهوم الجديد للإدارة الإدارة للتميز وإدارة التميز والإدارة في ضوء الجودة والإدارة في ضوء المعايير العالمية لسه أنا كان passado أريد أقترح رؤية أخر OST أننا نحتاج إلى تدريب العامل في المحافظات من المجال في المحلية أيضاN في المحافظات لأنهم أصبحوا لهم ضور الآن في العملات التعليمية في ضوء الإدارة المركزية يعني مثلا احنا بنعرف ان هناك من المحافظين من يقوم من السادة المحافظين من يقوم بالمرور على بعض المدارس ما هي خلفية هذا المحافظ اي امكان اسمه اي امكان تكوينه خلفيته الادارية في المرور على المدارس في ضوء منظومة الادارة المركزية احسن انا اخترح ومن برنامج ومن اللقاء الجميل اللي حضرتك عامله وانا احيي زي القناة على تبنيها قوايا التعليم في مصر بل في الامة العربية كلها ان احنا محتاجين فعلا ندرب بعض القيادات في الاجهزة المحلية لكي تستطيع ان تعيد المحافظ في المرور وفي المتابعة التنفيذ الادارة اللا مركزية ونتذكر تماما ان وزارة التباية والتعليم ايام سعال دعات الوزير حسين كامل باق الدين عندما ارسلنا بعثات الى الخارج للاضاءة لا تدريب الشباب زي ما قلتنا قبل كده عن الادارة الوسطى لكي يحتلوا مكانه ولكن القطورة موجودة في المدارس لدينا تضاهر في الادارة